وصل العدد الكبير ديالي فونكسيون اللي كيوفر لنا إكسل ولي كتجاوز 400 فونكسيون دائماً كنت سألو كيفاش غنحصلوا على لفونكسيون اللي محتاجين إذن لفونكسيون يمكننا لقاهم في الانجلي فورمول هنا عدنا لفونكسيون منضمة ومرتبة في مجموعات مثلاً لضغط هنا على فينانس فكتظهرنا هاد القائمة اللي كتضم عدد كبير من لفونكسيون اللي كتتعلق بفئة فينانس بمجرد انتقال ما بين هاد الفونكسيون كتظهرنا نافذة كتقدمنا توضيح على الفونكسيون اللي حنا فيها إذن هنا يعدنا عدد من الفونكسيون اللي ممكننا نستعملوا حسب الحاجة ديالنا إذن اختيار الفونكسيون كيتوقفها لنوعية العمل اللي غنقوموا بفليكسل مثلاً كنا غنقوموا بحسابات مالية فدائماً غنبقوا في مجموعة فينانس هنا يعدنا VAN Payment اللي كتعطينا القيمة الحالية الصافية المجموعة من المبالغ هنا في فئة Dat Ur عنا مجموعة ديال الفونكسيون كذلك هنا في Logique إذن عدنا مجموعة من الفونكسيون خاصنا فقط نحددوا الاختيار ديالنا إذن الآن غنتعرفوا على بعض الفونكسيون اللي يمكن تكون أول مرة غتشوفهم أو غتستعملهم وليك يتعتبروا مهمين بالنسبة لهذا الأنواع من الملفات بكل بساطة بغينا مثلاً نحصلوا هنايا على مجموع الأسماء اللي عندنا هنايا في كولون A يمكننا أيضاً نحسبوا عدد الخانات اللي قبنا بإدخال المعطية ديالنا فيهم هاد الفونكسيون غنستعملوا باش نتعرفوا على عدد الخانات اللي استعملنا لإدخال اسم الموظفين كنتسمى بـ NBVALOR إذن باش نتعرفوا على عدد الخانات اللي استعملنا لإدخال اسم الموظفين فكنجيو هنا لعدد الخانة وكنكتبوتو ساوي NBVAL وكنفتحو القوس وكنختارو الخانات بشكل آتي مباشرةً اللي كانضغطو على ENTRE كانحصلو على نتيجة اللي كتمثل عدد الخانات واللي هو 17 الخانة وإلا نقصنا الخانة الأولى اللي كتوفر على العنوان غلقه وستاش الخانة واللي هو عدد الموظفين اللي عندنا مثلاً نبغينا نحصلو على عدد الحروف اللي كتشكل هاد النس فكنجيو هنا لهذا الخانة وكنكتبوه TUSAWI NBKAR وكنفتحو القوس كنختارو مثلاً كلمة DEVELOPMENT ومباشرةً اللي كانضغطو على ENTRE كانحصلو على تلتاش وهو عدد الأحرف اللي كتشكل كلمة DEVELOPMENT كذلك نبغينا نعرفو عدد الخانات هنا يا اللي كتوفر على أعداد مثلاً هنا في COLONSALER فيكفي نجيو لهذا الخانة ونكتبوه TUSAWI NBKAR ونفتحو القوس وكنختارو ال COLONSALER بهذا الشكل ومباشرةً بمجرد الضغط على ENTRE كانحصلو على عدد الخانات اللي كتوفر على أعداد باش نتأكدو كتر من نتيجة فكنجيو هنا يا وكنختارو عدد الخانات من اللي كانختاروها فكنلقو هنا يا فعلاً باللي هدنا 16 الخانة ايضاً لكنا تعودنا على العمل مع الفنكشون STATISTIC وبغينا نتعرفو مثلاً على قيمة STANDARD DEVIATION واللي كنسميه بالنحراف المعياري ايضاً كنجيو هنا لفئة STATISTIC وكنختارو نطلاقاً من هاد القائمة STANDARD DEVIATION ثم كنختارو العامود E مباشرةً مجرد الضغط على OK كنحصلو على النتيجة يمكننا كدالك نستعملو دي فونكشون أخرين مثلاً ناخدو لا فونكشون اللي غا تسمح لنا معرفة ترتيب حرف معين وسط مجموعة من الأحرف ايضاً كنجيو هنا يا المجموعة تاكست وكنختارو لا فونكشون تخوف كتفتح لنا هاد النافدة كندخلو هنا الحرف اللي بغينا نعرفو الترتيب ديالو ثم كندغطو على هاد الزر لاختيار الخانات وكنضغطو على هاد الزر من جديد ثم على الزر OK وهكدا كنحصلو لترتيب الحرف احنا اختارينا الحرف D واللي كيدهر عندنا هنا في المرتبة السابعة ما بين الأحرف إذا التحقق فكنجو هنا الاسم محمد ولحسبنا كنلقو أن الحرف D في الرتبة السابعة وهكدا بالنسبة لباقي الأسماء اللي كتفرع للحرف D فهنا كدهر عندنا نتيجة ترتيب الحرف داخل الاسم ترجمة نانسي قنقر